أشهدت الوفود المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي باستضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة على مدار أربعة أيام وما أسفر عنها من نتائج ملموسة في تعزيز الحوار بين المجالس البرلمانية العربية استضافة القاهرة على مدار الثلاثة أيام الماضية اجتماع اللجنة التنفيذية لالاتحاد البلمان العربي والاجتماعات المصاحبة كان جدول الأعمال أو عدة موضوعات منها القوانين السرشادية منها تعديل نظام وميتاق الاتحاد البلمان العربي قضايا كثيرة بوختات إقرار موازنة الاتحاد إقرار استراتيجية لأعوام الأربع القادمة الحمد لله كانت الأعمال كان الحضور مميز من حيث عدد الدول التي شاركت قامت شعبة البحرين بدور كبير خلال الفترة السابقة نحن كنا على اعتاب مجلس منتخب جديد فارتأت الشعبة البحرين نقل رئاسة الاجتماعات إلى جمهورية مصر العربية التي قامت بدور جدا كبير في هذه الاجتماعات ونحن كنا مساندين إليهم ونفهر بهذا الشراك بين الشعبة البرلمانية البحرينية والشعبة البرلمانية المصرية مناقشة في هذا الاجتماع عدة محاور سواء من تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد وكذلك تقرير لجنة الجائزة والتميز البرلماني العربي استراتيجية الاتحاد البرلماني العربي للفترة من 23 إلى 26 وتحدثت كذلك عن مشروع جدول أعمال المؤتمر القادم الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي